طيب، عايزة أوري لحضراتكم حاجة معانا جبتها لأنه خلال الفترة السابقة كان ميدو، كابتن أحمد حسام ميدو بيتكلم على أن هناك دورات تدريبية خلال الفترة السابقة ولم تعتمد من الاتحاد الأفريقي فالحقيقة، اتحاد دولي والأفريقي يعني فأنا الحقيقة فضلت ماشي وراء الموضوع ده لأننا الحقيقة بحب أشوف وأعرف وأشوف شغلي وأعرف الدنيا ماشي إزاي هل بالفعل هناك رخص تدريبية طلعت من مصر ولم تعتمد؟ فسألنا آخر حاجة عملت اللي هي الرخصة إيه؟ اللي كان فيها عدد كبير من المدربين، 15 مدرب فهل دي اعتمدت ولا لأ وريني يا سمير؟ اهي دي شهادة المعتمدة، معتمدة منين من تحت نزام حضر؟ طبعا خاصة بالنجمة والرياض ديشيتوس معتمدة من مين؟ من الكاف جنرال سيكيريتي ومن الاتشيف أوبريشن أوفيسر لايسنز نمبر كذا، شهادة رخصة رقم كذا كل ده موجود فيه فالحقيقة أنا دايما لما أحب لما أتكلم أحب أفضل ماشي وراء الموضوع واحدة واحدة علشان نعرف إيه الأسباب وإيه الأمور وإيه الكلام ده كله ولكن لا فيه يا ميدو رخص وأعتمدت زي ما إحنا شايفين أعتمدت من الاتحاد الإفريقي ومن الاتحاد الدولي وبالتالي تمام فالنهاردة أنا سمعت كابتن ميدو دخل أو عمل مدخلة مع الأستاذ أبو المعاطي زكي واتكلم فيها على أنه يعني بيقول الكابتن علاء نبيل ده أخوية وحبيبي ومعنديش مشكلة معاه خالص ولكن هو كان ميدو بيتكلم على أنه الكاف لن يمنح أي مدير فني الرخصة طالما معهش الرخصة البرو فمعنى كده أن الكابتن علاء ميش هياخد لأنه كابتن علاء ما عندهوش الرخصة البرو اللي عنده الوحيد كابتن أيمن الرمادي وكابتن محمد عظيمة محمد عبد العظيم هم دول الاتنين في مصر اللي معاهم الرخصة البرو فالحقيقة أنا بشوف أنه يجب أن يكون هناك ضوابط خلال المرحلة اللي جاي أنا هنا مش بتكلم على كابتن علاء كابتن علاء زي ما اتكلمت عن الموضوع ده مبارح ولا أول مبارح أنه كابتن علاء اسم كبير جدا ويقدر يعمل وكل حاجة ولكن يجب أن تكون هناك روابط وضوابط لهذا الأمر من كل الجهات علشان ولا ميدو يطلع يتكلم بهذا الشكل عن الاتحاد المصري لكرة القدم ولا الأستاذ جمال ولا غيره ولا غيره ولا غيره يبقوا محطوطين في هذا الموقف عشان كده أنا بقول أنه يجب أن يكون هناك ضوابط وضحة اللي من وجهة نظري يجب أن تخرج من الاتحاد المصري لكرة القدم يجب أن تخرج من الاتحاد المصري لكرة القدم لأنه المدير الفني للاتحاد هو قناعة يعني هل المدربين اللي موجودين هيبقوا مقتنعين ولا لا مش عارف ده اللي حنشوفه بقى خلال الأيام القادمة ولكن حالة الضباب اللي احنا فيها والغمود ان ده يطلع يقول كلمة من هنا وده يطلع يرد عليه من هنا وده يعمل مننا من هنا طالما هناك دورات اتخذت واعتمدت ليه بنقول العكس ليه بنقول ان هي لم تعتمد بالعكس اهي اعتمدت وحضراتكم شايفين وشايفين التاريخ هاتها كده تاني اذا ما نشوف التاريخ ادي التاريخ موجود وكل حاجة موجودة وبالتالي اول التاريخ كان يوم 12 26 23 يعني من 6 شهور وبيني وبينكو انا كنت برضو بالوم على اتحاد كرة القدم لانه كان من الواجب عليهم ان هم يلقوا الدوق شوية على مثل هذه الامور احنا اجتهدنا واخدناها من المدربين عشان نقدر نوريها لحضراتكم عشان نشوف هل ميدو بيتكلم صح ولا لا ميدو عنده الحق في بعض الامور انه يجب ان يكون هناك ضوابط لمثل هذه الاماكن خصوصا لما يبقى المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم برضو بعيد عن اسم الكابتن علاء لان الكابتن علاء اسم كبير ويستطيع انه يبقى كويس في هذا المكان لكن انا بتكلم لما الكابتن علاء لو مشي في اي يوم من الايام اللي يجي بعده يبقى هناك ضوابط موجودة بدل حالة اللغة اللي احنا موجودين فيها عموما نتمنى ان المواضيع دي كلها تنتهي ولكن ان شاء الله يبقى كله خير وكرة القدم المصرية بعودة الجماهير بالعشرين الف المتفرج ان شاء الله اللي يبقوا موجودين خلال الفترات اللي جاية في كل المباريات بالجماهير اللي شفناها انبالح في مبارات الزمالك والاسماعيلي اعتقد ان شاء الله ان كرة القدم المصرية تسير في الطريق الصحيح اشتركوا في القناة